لما انت تروح تخطب وقدمت لخطبتك الشبكة وجبت لها فستين وعزمتها وعملت هدايا وجات خطبتك دي قالت لك انا عايز افسخ الخطوبة فانت بتقول لها طب لو سمحتي رديلي الشبكة والفستان اللي جبتوا لك والهدايا اللي ينفع ترديها لان لو عزمتك على اكلة ولا جبتلكه داست الجاتو مش هينفع ترجعه حالي يعني فالمهم الخطيبة قالت لأ ملكش حاجة عندنا وعلى ما في خيلك ركبه ابوها قال كده للراجل فالراجل العريز دا راح رافع عضية امام القضاء وقال انا خطبت واحدة سنة 2017 ادت لها 33 جرام شبكة لما كان الجرام رخيص طبعا مقوم بالجنيه ايا مياه دول كان يعملوا 11000 جنيه قال انا عايز 11000 جنيه النهاردة 11000 يجبونه 12 جرام 13 جرام المهم المحكمة حكمت قالت طالما في شهود اثبته ان الخطيب دا او الخاطب دفع شبكة للمخطوبة وحدد وزنها والمخطوبة او اهلها ما قدموش ما يفيد العكس نحن حكمت المحكمة بان اهل المخطوبة يرد الفلوس والمشغولات الزهبية والهدايا دا كلام ما فيهوش نقاش دا بس علشان اي حد يعرف وهو رايح يخطب يرتب اموره هيعمل ايه وازاي يستعيد حقه ترجمة نانسي قنقر